من جانبه أدنى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب النائب طارق الخولي تصريحات عضو مجلس الشيوخ الأمريكي جون ماكين حيث وصف الخولي تصريحات ماكين بالتدخل السافري والمستمر وأن ذلك جاء على خلفية قضية التمويل الأجنبية التي أغلق على إثرها مقر المعهد الجمهوري بالقاهرة الذي يترأسه ماكين وهو ما يؤكد بأن السهدف ماكين شخصي وليس كما يدعي من منطلق حقوق الإنسان وأضاف الخولي أن ماكين اعتاد خلال الفترة الماضية على السهدف مصر في الكونجرس الأمريكية كنوع من الابتزاز السياسي للضغط على السلطة التنفيذية في مصر لغلق ملف قضية التمويل الأجنبية